يا المجتمع في التنشيئة دورك أساسي نمي يا ما نتجي المتعافي سليم ضد المخدر كلنا نغلك مراسي ونصون دولتنا ومن فيها مقيم يا الأب تابع دوم ابنك في الأساسي لتترك حتى وراء القفلا يهيم والأم دورك فصلي لابنك لباسي أركان دينك علمي ابنك مديم ضد المخدر نبتره بالفين فاسي حتى ننمي جيل واعي عندما نتحدث عن آفة إدمان المخدرات فنحن هنا نتحدث عن مشكلة اجتماعية مرضية وبالرجوع إلى نتائج الدراسات والأبحاث الاجتماعية التي حاولت تشخيص أسباب ظاهرة الإدمان لدى النشء والشباب نجد أن هذه الدراسات يعني بيّنت أن أهم العوامل التي تقف وراء إقدام الشباب والنشء على الإدمان التفكك الأسري غياب القدوة ضعف الوازع الديني الصحب السيئة السهولة الحصول على المخدر كذلك الفقر التسرب المدرسي والبطالة والوصمة الاجتماعية وهنا أريد أن نوضح هذه النقطة هذا العامل الوصمة الاجتماعية أحيانا عندما شخص يرتكب جريمة ما ويحاول الإقلاع عنها فإن المجتمع للأسف الشديد يصمه بوصمة عار فيقطع الطريق أمامه إلى الاندماج مرة أخرى وهذا يولد لدى الشخص يعني مشاعر إحباط وبالتالي يدفعه إلى الانسحاب إلى عالم المخدرات مرة أخرى هذا ما نقصده بالوصمة الاجتماعية طبعا الآثار الناجمة عن تعاطي المخدرات لا تخفى على أحد بل إنها لا تخفى حتى على المتعاطي فأغلب المتعاطين يعلمون الآثار أو العواقب الوخيمة والمؤذية والضارة لتعاطي المخدرات لكنهم نتيجة وقوعهم تحت قوة وتأثير يعني الرغبة في تعاطي المادة المخدرة بشكل قهري فهذا يجعلهم فريسة لاستمرارية في التعاطي وهذه الآثار كما أشرت لا تخفى على أحد فمنها على سبيل المثال فقدان العمل إذا كان المتعاطي موظفا فقدان التعليم إذا كان المتعاطي طالبا فقدان المال فقدان العلاقات الاجتماعية فقدان الصحة بل الأمر قد ينتهي بالشخص إلى فقدان حياته نتيجة الجرعات الزائدة مواجهة المشكلة مشكلة تعاطي المخدرات لا يمكن أن تتم من خلال جهد فرد أو مؤسسة بل هي تحتاج إلى شراكة مجتمعية وأن تتم المواجهة ضمن استراتيجية شاملة وفي تصوري هناك خمس مداخل يمكن من خلالها تطويق مشكلة المخدرات وتجفيف منابعها من بين هذه المداخل على سبيل المثال تكثيف حملات التوعية من خلال وسائل الإعلام أسوان التقليدي المقروعة والمسموعة والمرئية وسائل العالم الحديثة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك تكثيف المحاضرات والندوات والخطب خطب المساجد وكذلك تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والأسرة والمدارس وكل مؤسسات التعليم يجب على هذه المؤسسات المجتمعة أن تتضافر جهودها وتتحالف من أجل تطويق هذه المشكلة وأعتقد إذا تحالفت كل هذه المؤسسات فإن الطريق إلى تجفيف منابع لإدمان المخدرات سيكون معبدا المدخل الثاني وهو المدخل القانوني وهو سنة تشريعات الرادعة التي تحول دون انتشار هذه الآفة والمشرع هنا يجب أن يفرق بين المتعاطي أو الضحية وبين المروج أو التاجر فتشديد العقوبة يجب أن تتجه إلى لتجار المخدرات وإلى المهربين والمروجين بينما المتعاطي هو بالدرجة الأولى هو ضحية ضحية الظروف صحيح هذا لا يعفيه من المسؤولية الجنائية لكن يجب تخفيف العقوبة ونتعامل معه كمريض المدخل الثالث وهو المدخل الأمني وهو ضرورة تشديد المراقبة الأمنية من خلال تكثيف المراقبة على المنافذ الحدودية وعلى السواحل وفي المواني والمطارات وتدريب العناصر الأمنية على أحدث الأساليب لكشف وضبط المهربين وكذلك تزويدهم بالأجهزة والمعدات والمركبات التي تمكنهم أيضا من القبض على شبكات المروجين والمهربين ومن بين أيضا هذه المداخل المدخل التنموي ضرورة رسم وتنفيذ برامج تنموية هادفة إلى الحد من مشكلة الباحثين عن العمل لأن أقلب المتعاطين أحيانا قد تجد شخص يعني يصل إلى مرحلة من اليأس والإحباط نتيجة عدم يعني التحاقه بوظيفة فهو يعتقد أن الفشل يرجع إليه وهذا قد يدفعه إلى الانسحاب أو اللجوء إلى المخدرات للهروب من هذا الواقع المرير الذي يعيش فيه كذلك ضرورة الحد من معدلات الفقر وكذلك إنشاء مراكز للعلاج وإنشاء مراكز للتأهيل وإعادة التأهيل ودمج الأشخاص المتعاطين في المجتمع المدخل الخامس أعتقد أنه من الأهمية بمكان لكونه يمثل القاعدة الذي تستند عليه المداخل التي أشرت إليها آنفا هذا المدخل وهو ضرورة توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن عدد المتعاطين وسماتهم الديمغرافية والاجتماعية وهذا يتطلب إنشاء مراكز بحثية متخصصة لرصد مؤشرات تعاطي المخدرات وأعتقد لتوضيح أهمية وفرة البيانات والمعلومات للمداخل السابقة أذكر على سبيل المثال فيما يتعلق بالتوعية فلو كشفت الإحصائيات إن أغلب المتعاطين هم يقعون في فئة النشئ وهي من هذه الفئة تقع بين سن 11 إلى 14 سنة فهنا يصبح للمدرسة الدور الأكبر في التوجيه والإرشاد للحد من هذه الآفة أما إذا كشفت الإحصائيات أن أغلب المتعاطين من فئة الشباب الذين هم فوق سن 15 سنة إلى 25 وحيانا تمتد هذه الفئة إلى 40 سنة فهنا يصبح للإعلام الدور الأكبر في التوجيه والإرشاد والتوعية فكما أشرت سلفا مواجهة هذه الآفة لا تتحقق أو لا يمكن ليست مسؤولية فرد أو مسؤولية مؤسسة بل الكل يجب أن يشارك فهي شراكة مجتمعية وهي مسؤولية مجتمعية وهي شراكة وطنية وأعتقد إذا تضافرت هذه الجهود سنستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى تطويق هذه المشكلة والحد منها واستئصال شأفتها فنحن ولله الحمد قادرون وعازمون على القضاء على هذه الآفة وإنقاذ أبنائنا من الوقوع في الوقوع فريسة في براثن الإدمان إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية يا المجتمع في التنشيئة دورك أساسي نمي يا ما نجي المتعافي سليم ضد المخدر كلنا نغلك مراسي ونصون دولتنا ومن فيها مقيم يا الأب تابع دوم ابنك في الأساسي لا تتركه حتى وراء القفلا يهيم والأم دورك فصلي لابنك لباسي أركان دينك علمي ابنك مديم ضد المخدر نبتره بالفين فاسي حتى ننمي جيل واعي مستقيل يا المجتمع في التنشيئة دورك أساسي نمي يا ما نجي المتعافي سليم